على وقع الاحتجاجات التي انطلقت في ثالث والعشرين من غصص الجار في العاصمة طرابلس وما دخل لها من تجاوزات وفوضى وريمية عشوائية نتج عنها إصابة أحد المتظاهرين والتي أعلنت الداخلية فتح تحقيق جنائي في الحادثة إلى جانب البيانات التي أصدرتها وزارة الداخلية بشأن ذلك أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا بإيقاف وزير الداخلية فتح بشاغ احتياطيا عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري خلال 72 ساعة من تاريخ صدر القرار الرئاسي عز قرار الإيقاف إلى التصريح والأذنات وتوفير الحماية المتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيث المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدت مدينة طرابلس والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين قرار الإيقاف الاحتياطي عن العمل قابله باشاغ بالترحيب واستعداده للمثل للتحقيق في موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن المظاهرات مبديا اعتراضه على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الداخلية وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن ومطالبا في الوقت ذاته بأن تكون جلسة المساءلة علنية ومنقولة على الهواء مباشرة استنادا لمبادئ الديمقراطية بحسب تعبير البيان هذا وكلف المجلس الرئاسي وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاخصصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير وفور إعلان بشاغ امتثاره لقرار المجلس الرئاسي تظاهر عدد من أبناء مدينة مصرات المعلنين رفضهم للقرار ومرددين هتافات تضامنية مع الوزير ومطالبين بفتح تحقيق لمعرفة خلفيات القرار ومن يقف وراءه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة